أستاذ محمود تأثير نفسي بتنقل اللعيبها من مرحلة لمرحلة يعني زي منو الجزين تنسر نجاحهم في لعب النفسي زي طلع من قدراتك يعني تضاعف القدرات يلعبك يمين شمال مدافحة تلعب في مدرب يبعاوز لعيب يؤدي له ثلاث وظايف في نفس الوقت الراجل ده في فترة قصيرة جدا كل اللي عمله انه هو نظم برجع كل حاجة ما كان اشتغل نفسيا ادى ثقة لعب الكورة ان احنا عم نقول جنوب افريقيا جماعة جنوب افريقيا زي ما انا صلى الله عليه وسلم دولة يعني بتقدمة ونحاولش نقلل يعني نقول جنوب افريقيا جنوب افريقيا احسن مننا احسن مننا في حاجات ونازم نحترم الناس ونقدرها ونديها لما رئيس دولة يطلع يتكلم عن مدرب تعرف قيمة الشخص يعني قيمة البنياء دي نقطة كابتن هاني الاهلي خطى خطوة مهمة جدا لكن لسها ما اخدناش البطولة خطى خطوة وعايز اقول مش عاوز يعني الفة نظر الناس انه الفرحة المبالغة خلاص طب وتقفل الباب من النهاردة ومن دلوقتي تفكير مبالغة العودة صعبة جدا مبالغة مسهلة عايز اقول انه احضرت لقطة شاهد عليها فالفين واحد في نهايه للاهلي وساندونز انتهى الماتش واحد واحد كنت موجود في الملعب وبعد ما انتهى الماتش الفرحة طبعا فرحة كانت كبيرة جدا من الجزية قفل قط اللبس وقال خلاص انتهى الموضوع ساعة يعني ايه فرحوا ساعة وقفل طلعت الناس وشوش تانية متغيرة لانه ايه هنا دي الحاجات اللي احنا يتجربنا لازم نتعلم منها خطوة مهمة جدا شخصية البدأت تعود في فوز مهم احنا فقدين الجزية دي لنا اكتر من 3-4 سن مش عارفين نحقق الفوز بصورة وبأداء جيد فيه روح جديدة فيه شغل بتعمل على الارض فريق يمر بظروف اصابات كتيرة لكن عنده اصرار متماسك عندك كل الامور مؤهلة انك انت تفكيرك دولات المنصب على اللقاء الجمعة المقبل ده هو الاول لكن تقول لي افكر في النهاية بدلت شوف كلامه شوف كلامه هنرجع للتصاريح كمان لانها حاجات مهمة جدا وكمان طبعا هنتكلم كمان على الجانب ازاي الصحف المغربية قبل المباراة كانت بتتكلم ونشوف كمان دلوقتي معنا تقرير ازاي الصحف المغربية تكلمت بعد المراة